اشتركوا في القناة الأستاذ الدكتور إسماعيل سراجدين مدير مكتبة الأسكندرية أهلا بحرطك معنا شهدت المكتبة خلال عام 2013 العديد من الإنجازات نحب أن نوضح للسادة المشاهدين هذه الإنجازات وأهم التحديات التي وجهتها المكتبة خلال هذا العام إذا بدأنا بالتحديات أولا فممكن أن نقول أن المكتبة طبعا مرت ككل مؤسسات مصر في فترة مصر كان فيها التقلبات وفترة عصيبة ولكن الحقيقة الملفت للنظر أن كل الأطراف مهما كانت الخلافات السياسية بينها تعتبر المكتبة مؤسسة قومية بحرحية هذه مؤسسة القومية لا تتأثر بمن في الحكم ولكنها تستمر في رسالتها التي تقدمها للشعب المصري والشباب المصري وهي تخدم الدولة وإن كانت تبعياتها للسيد الرئيس الجمهورية فهذا أمر قانوني ولكنها لا تمثل موقف حزبي أو سياسي وهذا ما فهمه شباب من أول يوم يعني شباب اللي قام بصورة 25 يناير هذا الشباب التف حول المكتبة ولم يصبح بأن حجر واحد أو طوبة واحدة تترمي عليها المكتبة استمرت بهذا الوضع والحقيقة الشباب دائما كانوا بيحموها في كل لحظة ودي حاجة عظيمة جدا بعد الرصاص الطائش لجه كسر لوح إزاز هنا أو هناك وبدلناه إنما ما كانتش المكتبة كمؤسسة مستهدفة فدي نقطة مهمة إن نقول إنه في هذه الفترة أيا كانت التقلبات السياسية مكتبة الإسكندرية مؤسسة قومية هي مؤسسة مصرية الجدور عالمية الأبعاد والحقيقة إنسانية الرسالة للعالم كله المكتبة أيضا حققت معدل أعمالها السنوية حوالي 700 فعالية ثقافية كل سنة يعني كل يوم فيه تلات أربع حاجات في المكتبة معارض ومؤتمرات وندوات ومحاضرات إلى هذا وحفلة موسيقية ومعارض وغيرها عندنا حوالي 800 إلى 900 ألف زائر هنشوف الإحصاءات في آخر السنة ده غير النشاطات اللي بنعملها لتعليم الفنون للأطفال من موسيقى ورأس وكورال وغنى وفنون تشكيلية غير المعمل في الخط العربي وخط الفرعوني وغيره كذلك المكتبة السنة دي فيه خمس مراكز بحسية جديدة وضيفت للعشر مراكز السابقة اللي موجودة ونذكر منها مركز درسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر مركز درسات الإبطية مركز درسات البيئية ومركز درسات اللغويات العربية الحاسوبية ومركز نشطات الفرانكوفونية المكتبة فيه ممكن حدثين بصفة خاصة لازم نذكرهم لسنة 2013 واحدة نحن خدنا جيزة جولبينكيان الدولية ودي جيزة دولية كبيرة جدا بتعطى المؤسسات تمثل أعلى القيم الإنسانية من حرية التعبير من التأخذ الإنساني من الحوار والانفتاح على الآخر فمكتبة الإسكندرية كان هي الشرفة بنية هذه الجائزة من البرتغال الحاجة التانية هي أننا حصلنا على تاني أكبر هدية في التاريخ في تاريخ كتب 430 ألف كتاب من هولندا وده يأتي بعد أكبر هدية في التاريخ اللي أخذناها من حوالي خمس سنوات اللي هي كان 500 ألف كتاب من فرنسا الهديتين دولة بالإضافة لمقتنائتنا حيوصلنا تقريباً لـ 2 مليون مقتناء فباجعل من مكتبة الإسكندرية وهي مؤسسة كبيرة حتى بمجرد حجم المقتنائت بتاعتها تكريم العالم لنا بيستمر الإخوة في فرنسا لو إزاي ما بقاش في احتفال بمكتبة الإسكندرية في عيدها العشر فعملونا احتفال تكريم لمكتبة الإسكندرية في باريس في المكتبة القومية الفرنسية ونستمر في علاقتنا مع كل المؤسسات التانية في العالم الحقيقة عدد الزوار اللي بيقولنا يمكن تقريباً مليون على شوية من مليون السنة دي إنما بيجينا على المواقع بتاعتنا حوالي 3 مليون نقرة أو هت يومياً يعني ما يقوم من مليار هت في السنة وبيضجلنا بالإضافة إلى هذا حوالي 600 ألف زيارة قارئ فدي كلها يعني مؤشرات ممتازة لقيام المكتبة بدورها وإن شاء الله يعني أنا بنتهز هذه الفرصة لأوجه الشكر لشباب مكتبة إسكندرية اللي هم بينجزوا كل هذه الأعمال ما هي رؤية سيادتكم لهذا العام؟ سنة 2014 على الأبواب إن شاء الله يوم 6 يناير هنبدأ في تغليف الكتب الهولندية ربعين ودلتين ألف كتاب الهولندي بعدها بكذا أسبوع هنشحنهم وبعدها بكذا أسبوع تسعتاصل هنا فحيبقى بقى فيه دور البراسة والتصنيف والرس بحيث أن الكتب دي تبقى متاحة في أسرع وقت ممكن للشباب المستعمل للمكتبة تاني حاجة الحقيقة طبعا المراكز كلها بتشتغل الـ 15 المراكز البحسي ولكن هنحن هايزين انطلاقة كبيرة لنشاطاتها في السنة اللي جاية نتوقع الاستمرار في طباعة الكتب بتاعت مشروع إعادة إخراج كتب التراث وأيضا بنأمل أن الشغل اللي عملناه في الحسوبيات العربية هتصل الدقة بتاعته من المعدل الحالي وتقريبا 90% إلى حوالي 95% إلى 98% وده هيسمح أن احنا نتحها للجمهور العريض عبر الإنترنت في الفترة اللي جاية كذلك فيه رغبة أن المكتبة تزداد في التواصل بتاعها مع المؤسسات اللي في المحافظات إن شاء الله سنقوم بهذا من ناحية في مساندة الإبداع عبر كل المحافظات في مصر ومن ناحية تانية بالمزيد من التواصل مع الجامعات وبصفة خاصة مع الجامعات الإقليمية نشكر حداتك شكرا 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 شكرا